بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نبتدي اول درس من دروس الوطوكات و ان شاء الله نتظن ان يكون شرح مبسط وتقدر ان شاء الله تتعلموه بسهولا الاول نبسي عن الوطوكات و الوطوكات هو برنامج جرس من اهدسه لجميع اي شيء يعني مع ماري و مدني و قهربة و ميكانيكا و هو حاليا اهم برنامج بنسبه برامج الباس و الهدسه النهاردة نشرح ان شاء الله نفتح الصفحه ازاي و انا جاهزه ازاي و الاوامر اللي يديها و انا اتعرفها على البرنامج بإذن الله فانت رمي بتفتح الوطوكات 2010 او 2009 او 2011 او 2014 بتلاقي الصفحه شكلها كده وهو ده مش الشكل معتاد الشكل معتاد هو ده طبعا الاحدث بس هو الشكل معتاد اللي العسامين كلهم بيشتغلوا بيه هو طوكات 2007 هو التصميم بتاعه simple و classic فتقدر تتعامل معها بسهوله المهم عشان نجيب الشكل ده بنتقل هنا على القيانونه ده وبندوس هنا كده وبنشوف كلمة اوتوكات classic و مروح بيسين عليها فلما ندوس عليها هيرجع الشكل الوطوكات 2000 و صحبة اللي هو الوطوكات classic و شرية الادوات اللي هو اللي فوق واللي على يمين والشماير واللي تحت طيب انا عايز اعرف شرية الادوات اللي بيجي منين انا بقف هناك كده فوق و بعمل right click و بجيب مثلا الdimension طيب الdimension هو موقود جميل بانجيبه هنا ده الdimension جميل كده ده بالنسبة للشريط الادوات يعني اوه ده هنا كده الdimension ندروه انا برضو المساعد ال layers كل شريط الادوات كلها بتيجي تطعف هنا كده right click بتشوف اي حاجة draw order draw anyway layers modify بلد بتدوس عليها ايه بتلغيها او بتدوس عليها الجب خلاص ده اول حاجة الثاني حاجة احنا بنشايفين الشاشة بيضا هي مفروض الشاشة تكون عندي سودا في ناس كتير بتبقى مش فاهمه ايه في حاجة اسمه امر option الoption الoption ده ايه ما راية click والدوس اخر حاجة بتطلع option يعمه بتدوس op enter في تطلع الصفحة وتطلع option الoption ده في حاجات كتير جدا هيتبالك بس اهمها ال color وال font هناخد بس الاول color كويس عشان نغير الشاشة نخليها اللون الطبيعة بتاعها play and close وهذه كده اوكي بيجي عندي الصفحة بتكون جاهزة وتمان وفي حاجة تانية طبعا انا جاهزت شرائط الادوات ويمين وشمال و جاهزت كل حاجات عايز مفيش حاجة تتحرك من شرائط الادوات يجي هنا بتدوس وايس بتروح local locations وعايز وبتيجي على آخر حاجة اللي هو all وبعد كده بتقول locate بتدوس عليها خلاص مفيش حاجة تتحرك من دول خالص بيبقى ايه انت كده قفلت الحاجة دي وخليت عايز تعملها عاملة مش عايز تعملها برحتة وده كان يعني ايه مبدئيا الشرح للبرنامج وزي تدخل عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته